السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء أطفال الصغار معكم الآن سارنا من فريق منهاج التعليمي ودرسنا اليوم هو درس جميل ومفيد يحمل لنا معلومات شيقة من دروس علوم الحياة وهو بعنوان سنفكر على الرنو بيلير اليوروز ويعني نحدد قواعد صفنا أو الصف إذن نحدد قواعد الصف فكلمة بيلير اليوروز ويعني نقوم بتحديد قواعد الصف قبل أن نبدأ بقراءة هذا الدرس وتعلم قواعد الصف تود هذه الطفلة أن تسألكم سؤالا برأيكم ما هي الأمور التي يجب أن نقوم بها لتكون بيئة صفنا نظيفة ومهزبة ومنتظمة إذن ما هي الأمور التي يجب أن نقوم بها؟ إذن ما هي الأمور التي يجب أن نقوم بها؟ ليجعل من صفنا أرطم من إذن من صفنا صف نظيف تمز ومرتب ومنتظم ودزن إذن ما هي الأمور؟ للمعرفة الإجابة على هذا السؤال تابعوا قراءة الدرس بطبيقات Sheila يا أطفال صنفة ديزن وصر مسوضًا بشرن أرطم وطب Barrat من مانزل بعض الصف وقام بها علينا أن نلتزم ببعض القواعد ليكون لدينا صفا منتظم وخاليا من المشاكل إذن يجب علينا يجب الالتزام ببعض القواعد بعض القرآن لأكون بيئة صفنا ورطمنا صفنا خالي من المشاكل وصورنسوذ ومنتظم دزن هذه القرآن بلقية بلرليل علينا الآن أن نقوم بوضع هذه القواعد إذن مع بعضنا نقوم بتحديد بلرليل مع بعضنا برلكت هذه القواعد بكرة لرم ما هي اقتراحاتكم هذا ما تسأله المعلمة يعني ما رأيكم في هذا الموضوع ما هي الأفكار التي بعقلكم يتعلق بموضوع قواعد الصف فكلمة يعني اقتراحاتكم وآرائكم في هذا الموضوع بالدور إذن بالترتيب يعني بالترتيب أو بالدور سريلا سوف أسمح لكم بالكلام بعد رفع الأصبع إذن الذين يقومون برفع أصبعهم الذين لديهم إجابة ويريدون الإذن في الكلام سوف أستمع إليهم بالترتيب إذن هذا ما تقوله المعلمة إذن ماذا تطلب المعلمين من الأطفال أن يقدموا آراءهم واقتراحاتهم حول قواعد الصف القواعد التي تجعل من صفنا منتظما خالي من المشاكل الآن سوف نستمع إلى آراء واقتراحات هؤلاء الطلاب إجابة إذن الطالبة إجابة هي أول طالبة تتحدث إرثمانة معلمتي أكلة متقال مليل علينا أن نأتي نظيفين إلى المدرسة إذن نتجنب اتساخ ملابسنا أو نأتي بملابس غير مليقة في المدرسة إذن نأتي بملابس نظيفة إلى المدرسة إذن يجب علينا أن نأتي نظيفين إلى المدرسة وعلينا أن نرمي الأوساخ في سلة الأوساخ إذن هناك سلة أوساخ تب كتوسنا علينا أن نرمي الأوساخ بها تب ليرمزة إذن الأوساخ التي تكون في حوزتنا في المدارس علينا أن لا نرميها على الأرض ولا في الممرات علينا طلاب الإعزاء أن نرميها في سلات المهملات الموجودة في كل أطراف المدرسة آمد إذن رأي أحمد أو اقتراح أحمد الطالب الثاني يقول أحمد برأيي إذن حسب رأيي أنا فأن علينا أن نعتني أو نظهر العناية والإهتمام بأشياء بعضنا البعض إذن فكلمة يعني بعضنا البعض لأشيائنا إذن للأشياء مثل حقيبتنا, أقلامنا, مقاعدنا إذن أشياء لبعضنا البعض علينا أن نظهر العناية والإهتمام فكلمة يعني الرعاية والإهتمام إذن هذا رأي أحمد أن نهتم بأغراض بعضنا البعض إلف إلف هي الطالبة الثالثة ماذا تقول؟ علينا أن لا ننسى التصرفات المؤدبة والمهزبة لبعضنا البعض فكلمة نهزق دوران مياه يعني التصرفات المؤدبة والمهزبة ونطمى مليز علينا أن لا ننساها كيف نتصرف مع بعضنا بتهزيب وتأديب بأن نقول لهم كلمات مثلا شكرا لك هل يمكنني أخذ هل يمكنني الطلب أن نطلب الإذن بالحديث أن نطلب الإذن بخروج من الصعف هذه التصرفات تعتبر تصرفات مهزبة أن نقول التحية عندما نلتقي مع أصدقائنا مثل هذه الأمور تعتبر تصرفات مهزبة يرمي رمزة ضرار فارما مليز وعلينا أن لا نؤذي بعضنا فكلمة ضرار يعني الضرر أو الأزية لبعضنا البعض يجب أن لا نقدم الأزية لبعضنا البعض هذا رأيي ألف جان جان هو طالب أيضا صنف أشياء لنا أزال لكل مليز علينا أن نستخدم بعناية أشياء الصف ما هي أشياء الصف طلابي؟ أشياء الصف السبورة المقاعد سلة المهملات أبواب النوافذ إذن هذه هي أشياء الصف علينا أن نستخدمها بعناية فكلمة زال يعني بعناية أو باهتمام نستخدمها كل مليز إفا إفا هي طالبة أيضا أن أنام لسا يعني من أفضل الأمور أو أهم الأمور سوز ألرا كوندوس مليز علينا أن نتحدث بعد طلب الإزن إذا كيف نطلب الإزن؟ برفع الإصبع إذن تطلب هذه الطفلة أن نتحدث بعد أن نطلب الإزن ولا نتحدث دون الإزن أخذ الإزن ألقدش ليرمزن سوز نكس مليز وعلينا أن لا نقاطع كلمات وأحاديث أصدقائنا إذا كان أصدقائنا يتحدثون علينا أن لا نقاطع حديثهم ونتحدث شيء آخر إذن فكلمة كسم مليز علينا أن لا نقاطع كلام أصدقائنا أصدقائنا أركضي شرمزن ننتقل إلى الصفحة الثانية نور إذن نور أيضا من الطلاب الصف درس رسندة أيا كالك مليز إذن أثناء الصف أثناء الدرس درس رسندة أي يعني في وقت الصف في وقت الدرس فإنه يجب علينا أن لا نقف على أقدامنا نبقى جالسين في مقاعدنا لا نقف لا ننهض كاكما مليز لا ننهض على أقدامنا إذن لا نقف على أقدامنا أثناء الدرس درس يرمزن دلمليز وعلينا أن نستمع إلى الدرس من مكاننا فبعض الطلاب يذهبون إلى جانب المعلم والمعلم يشرح الدرس هذا من الخطأ فعلينا أن نستمع إلى الدرس دلمليز من مكاننا يرمز يعني من مقاعدنا يجب علينا أن لا نقف وأن نجلس في مكاننا إلى أن ينتهي الدرس درس لتنار تنار أيضا هو طالب من طلاب الدرس ماذا يقول درس لري زمان من دقاء المليز علينا أن نأتي في وقت الدرس أو في وقت الدروس إذن أن لا نأتي متأخرين عن الدرس أن لا ندخل الدرس بعد دخول المعلم يجب علينا أن نأتي جال مليز في وقت زمن نضاء الدروس إذن أن نأتي لن نبتعد عن التأخير عن المدرسة الآن الطلاب هنا تحدثوا بشكل مرتب بالترتيب تحدثوا برفع الإصبع عن أهم القواعد التي يجب علينا الالتزام بها وأتمنى من جميع الطلاب أن يلتزموا بها داخل الصف للحصول على صف منظم ومن غير مشاكل الآن هذا الطفل ماذا يقول لنا أصدقائي مع المعلمكم قمرت من نزولا قموا بتحديد بليرلينز قواعد صفكم سنف قرال الان بليرلينز قرال الان وتعامل الكارتون يزرق Aug B وأيضا بعد أن تحدثوا قواعد صفكم فقوموا بكتابتها على كارتون أو قطعة من الورق السميل إذن اكتبوها على الكرتون كرتونة اكتبوها يزارك وعلقوها الصنف على لوحة الأعلانات التابعة للصف صنف بانوسنا اللي لدينا صنف كرالرنا ويونز ولنلتزم بها جميعا بهذه القواعد الصفية لنلتزم ويونز بقواعد الصف صنف كرالرنا بعد أن تعلمنا طلاب الأعزاء قواعد الصف وتعلمنا كيف نقوم بتحديدها والمشاركة في أخذ الآراء لنقوم بوضع جميعا قواعد الصف لآن ننتقل إلى وقت النشاط قوموا بتدقيق النظر والبحث في هذه الصور لنقوم بتلوين الصور التي تعبر عن الالتزام بقواعد الصف إذن لاحظوا هذه الصور لدينا طفلا يطلب الإذن بالكلام ماذا يفعل؟ يرفع إصبعه وهذه من قواعد الصف لذلك طلاب الأعزاء أحضروا أقلام التلوين وقوموا برسم هذه وبتلوين هذه الصورة الآن هنا ماذا نشاهد؟ نشاهد مجموعة من الأطفال يقومون من مكانهم ينهضون من مكانهم ويقوفون أمام السبورة أثناء الدرس لا تقوموا بتلوين هذه الصورة لأنها لا يلتزم هؤلاء الأطفال بقواعد الصف هذه الطفلة تقوم برمي الأوساخ في سلة المهملات فهي تحافظ على نظافة صفها وتلتزم بقواعد الصف لونوا إذن هذه اللوحة هذا الطفل يقوم برمي الأوساخ أين؟ يمرون الأوساخ على الأرض وهنا لا يلتزم بها وقواعد الصف لا تلون هذه الصورة إذن ما هي الصورة التي نقوم بتلوينها؟ هذه الصورة التي تحمر الإذن في الكلام يرفع أصبعه ويطلب الإذن في الحديث والطفلة التي تقوم برمي الأوساخ داخل سلة المهملات أو سلة الأوساخ بهذا الشكل الطلابي يكون قد انتهينا من درس قواعد الصف ليلتزم بها جميعا يكون لدينا صفا منتصما